انجاز عربي مشترك بضربة واحدة كان من نصيب شابين من دولة الكويت حيث تداول المغاردون خبر تكريم المهندس غازي المشيعلي ومحمد الياسين وحصولهما على جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب المتميز وذلك ضمن الملتقى الأول لقيادات الشابة العربية برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون والتنسيق مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة فبسعادة عارمة هنأ المغاردون لمشيعلي ولياسين على هذا التكريم متمنين لهم المزيد من التقدم وللمزيد حول الموضوع قام فريق التواصل الاجتماعي في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بإجراء مكالمة هاتفية مع المهندس غازي المشيعلي ومحمد الياسين والذين أفاد بالتالي معكم المهندس غازي خالد لمشيعلي الحاصل على جائزة مجلس الشباب العربي في التنمية المتكاملة في جامعة الدول العربية في مجال رياضة الأعمال من ضمن أربعين شاب وشابة تم تكريمهم من عشرين دولة مختلفة في هذا الملتغة تحت اسم ملتغة القيادات الشابة الأول المنعطد في القاهرة بتاريخ 19 إلى 21 ولا شك التكريم هذا له بالغ الأثر أولاً لمساهمتي في تواجد اسم الكويت في مثل هذه المحافل بالإضافة إلى أن الجوائز هذه تجعل الإنسان يعرف ما إذا كان عمله جديداً في الشكر والثنى وحتى يستطيع أن يعيد تغييم نفسه وتقديم المزيد من الأعمال الناجحة محمد خالد الياسيني الحاصل على جائزة الشباب العربي المتميز من غبل مجلس الشباب العربي برعاية من جامعة الدول العربية في القاهرة حصولي على هذه الجائزة في مجال الدعم المجتمعي وذلك لمشاركتي في المجتمع المدني الكويتي من خلال جمعية العلاقات العامة الكويتية وأيضاً من خلال مشاركتي ومساهمتي في إطلاق العديد من المبادرات الوطنية وكذلك دعم أفكار وإبداعات الشباب الكويت وترجمتها على أرض الواقع وهذه الجائزة لم تأتي من فراق أما أتت من خلال دور دولة الكويت الرائد في العمل التطوعي والعمل الإنساني